بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوية جديدة مشيوات أم شمس نتمنى تكونوا في أحسن حمد وما قد شاهدوا لفيديو اليوم اليوم إن شاء الله هنعمل معكم مسيمنات أو الرغيفات في الفران معمرين طريقة غزالة كي يجو ملحين مورقين وهشاش كيدوبوا في الفن طريقة اللي جد سهلة وطل المكونات إن شاء الله راها اقتصادية وغادي تحضري تشكيلة دي المسيمنات يعني بزوج أشكال اللي حبيتي فيهم أو لو ممكن تعمليهم بزوج فغادي تحضرهم إن شاء الله غايولي هاد المسيم من عندك وإن شاء الله في رمضان غايولي معتمد فكنتمنى إن شاء الله الوصفة يعني تعجبكم ونمرو مباشرة للمكونات وطريقة تحضير فبنسبة للمكونات عندي واحد الإناء كان وضع فيه زلفة كبيرة ديال طحين الأبيض اللي كتعادل 400 قرام مع 4 زلفة ديال سبيسيال أو لا فين ولا كان متوفر فبحال بحال كان نضيف شوية الملحة معلقة ديال العسل وكان نضيف معلقة صغيرة من الخاميرات الحلويات معلقة كبيرة ديال الخلع لها تشكل هذا كان نضيف هنا واحد البياض ديال بيضة والصفار كان نحتفظ به المنبعد وكان نضيفه كذلك زوج معلق كبار من زيت نباتي على هاد الشكل ولي ما كيف هاش مثلا زيت نباتي ممكن تعوضوها بزيت الزيتون أو لما معلقة كبيرة ديال الزبدة سفينا كان بدون نضيفه الماء أو لكان نجمعه هاد الخاليط بالماء أول حاجة كان نضيف شوية ديال الماء وكان نحاول ان نمزج هادوك العناصر اللي اضفت معلقة العسل والمكونات حتى يدوبوا عادتك الساعة كان بدأ كان نضيف الماء بشوية بشوية هناك ما قلت لكم را عندي في المجموع ديال طحين 500 قرام ما بين الطحين اللي و 400 قرام طحين أبيض و 100 قرام ديال سبيسيال صافي هناك ما اشتو معي كمضون نضيفه الماء والماء كيكون دافي انا نجمعوا العجينة ديالنا بطريقة اللي بسيطة بزف وبالنسبة لكمية الماء اللي غادي نحتاجو هنا را غادي نحتاجو اه واحد مئتين و اه مئتين حتى 1212 قرام 11 قرام كتكون نقصة او لا زيدة علا حسب نوعية الطحين وش كتشرب أو لا لا المهم كماشتو العجينة ديالنا را ما كتكون ش قصحة كتكون شي شوية مرخوفة كنعملها في بلاستيك غير دائم بعد ما كان دهنا بشوية ديت الزيت وكنخليها ترتاح ضروري في هاد المرحلة هادي كنخلي والعجينة دينا ترتاح باش مكتعد بناش من بعد وهنا رأى نفس الزلفة باش عبرت الطحينية باش عبرت الماء وما استعملت هاش كاملة في الماء يعني ذاك شي اشكت لكم يعني التلمة ما تضيفوها بالقياتي بشوية بشوية وعمو كونات دائما عندكم بالقرام بالنسبة للحشوة فكناخدو مقيلة كان وضعو فيها اي خوضر بغينا انا هنا استعملت البصلاخ الضارية من حدام طفرة الفلفل الخضراء للقورجات او القريعة الخضراء وخزو كلهم عكادو حكيتهم ارقاق اه كان نضيف شوية سكنجبير شوية البزار شوية ديال توابل ديال 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 الكفتة على هاد الشكل هادا وكان ضيف شوية ديال القزبريابس صافي كان شحر عاد الشي كله وكان ضيف واحد شوية الكفتة عفون كانت عندي بحالة الشكل كانت داجة مكنت متبلاها هكا الساندويتشات فيها بصيلة فيها كل شي اضفتها هكا على الحشوة اذا ما كانش متوفرها ممكن تضيفوا بلاستها الطون اضيفوا بلاستها الاداند هكا تحنوها تايا كفتة واللي كان متوفر عندكم بعد ما تشحرت لي ايا الكفتة كنضيف عليها ثلاثة ديال فرماجات من ثلاثين كي يعلقوا لنا هاد الحشوة هادي وفي الاخير كنضيفو شوية ديال المعدنة هذا كاقتراح فقط فممكن تعملو الحشوة اللي بغيتو ممكن تعملوها غير بالخضراء كي تجي صراحة بنينة بزاف انا رعا ما كيبعوش لي الخضراء بزاف وذيك شي علاش كام بدان دخلها بالطريقة تكون محكو كام زيان باش ما كتبقهاش تبان نهائيا فممكن تضيفو حتى الزيتون مقطعي لكام توفر ماشي مشكل موهم ان تنشحروا هاد الحشوة على عافية كل مجهدة باش ما نتلقش لنا هادك الخضراء الماء وسبقها محافظة على العناصر ديالها صافي من بعد ما كيتشحر هاد شي كنخليوها تبرد وكنرجعو العجينة ديالنا كالقواها الترخيط وطلقاتها كالخيط واني ارتاحت صافي هنا باش نوجد بزرعة لمسي منها قسمتهم على زوج انا ما كانش عندي ذاك نهار الوقت باش نجلس كل لمسي منها نعطيها ما كانش صراحة حتى الخاطر فخديت هادك العجينة قسمتها على اثنين مباشرة وغطيتها بالسولوفان مدهنتها اكيد بالزيت وخليتها تعود درتاح واحد خمسة دقايق هنا يلا عندكم الوقت فممكن انكم تقطعوا العجينة على اربعة على ستة علاش ما حبيتوا انتم ملكم الاختيار انا هنا كي قلت لكم على تسريع الوقت فقط فكان اخد ديك الكورة اللولانية بعد ما ارتاحت فخليوا العجينة ديالكم ترتاح باش ما تعدبكمش صافي وكان بدون دهنو سطح العمل هكا بشوية تزيد وكان حاولو نورقو المسمن ديالنا بطريقة المعتادة اللي مورفين تنورقو بها المسمن فانا هنا را ما خليت العجينة ترتاح يعني بزاف غي شوية فقط دوبت انا شوية ديال الزبدة ناز تعملت زبدة التوريق دوبت منها غي شوية را واحد المعلقة كافية في هاد العجينة هادي صافي وكان ندهن بشوية ديال الزبدة وكان نجمع العجينة ديالي على شكل المسمنة هكا بالطول كان عود ان ندهنو شوية ديال الزبدة دائما نعيش ويا ما تكتروش وكان طويوها هنا بنسبة طوي كتطويو على ثلاثة على اربعة على شكل ما قضيتو الطويو طويو هارها هاد الطويات وما لكي يعطوو ذاك الطريق في الفران يعني كتجيب حلا باتفوتي صافي كنخلي هاد المسمنة هكا وكان شي ناخد الكورة التانية بنفس الطريقة حتى هي كنشكلها هكا وكان نغطيهم بزوج هناليا كان الجو سخون فقد دخلهم للتلاج يرتاحوا كان الجو بارد كتغطيهم كتخليهم هكا في سطح العامل حتى كيرتاحوا على خطرهم هنا ما تورقيهاش بزا يعني ما تورقيهاش وهي بقي مرتاحة ترا ما غديش تبغي تتورق والتزبدة كتكون بقي مجمعات شرا يعني بقى دايبة فبالنسبة لي انا فاش كي يكون الصيفة ولو كي يكون الصاد فكن دخل العجينة دي لتلاج والمجمد واحد شوية كتبالي يعني لك الزبدة جمدات والعجينة الترخات كنخرجها هناليا كان الجو كان بارد فهاكا خديتها خليتها في سطح العامل حتى بنت لي ارتحت شي شوية لما قديت شغل اخر صافي رجعت لها وبديت كان ورقها كان ورقها غيب المدلك ما كتاخدي معها على وقت في الطرق الوالو بالمدلك هكا زربي عليها دغيات شكلها على شكل اما مربع ولا مستطيل كي تبقى لك الاختيار المهم فهذا المرحلة ورقوها متخافوش غير ورقيها وكان قطعوها مربعات اما بقطعات البيزا او لبسكي وكان بدون حطو الحشوة بالنسبة لهذه الحشوة الاخوات اللي غيبوا مثلا فيها او اللي يبغوا يضعفوا لها يضعفوا لها مثلا الكيميا ديالها ويضيفوا لها الشعرية الصينية اكيد ممكن انكم تضيفوها انا هناك ما بيش صراحة نضيفها فهذا هكا بلا اصلا يرى ملوية في المسمن بلا ما نزيدو الخبز فسط من الخبز انا قليل صراحة فاش كنعمل شي حشوة قليل فاش كنعمل لها هكا هكا اما شعرية الصينية ولا شي حاجة اخرى كي كنقولو شينا شوية اخرين كنفضل هكا حاجة وحدة هكا لنا شوية تراها مزيانة وانتو ما ركدوا لكم الاختيار كذلك كنعملها الى جنيع لها مثلا طلاب من الاخوات تراها كنعملها اكيد صافينا كما اشتوا معايا كنبدا هكا نجمع هذيك المسمنة دينا على تشكل هذا هنا ممكن تخليوا هكا على الوجه ديالها ليمصوب هكا على شكل كميميسة كي ممكن تقلبوها انا النص درتوا على شكل كموسات بحالة تشكل خليتهم هكا والنصف الثاني فقلبتهم على الوجه الثاني باش يعطيني هكا جوجة الاشكال وخيرها يعني نفس الحلحش ونفس العجينة حال هكا صافينا بعد مسالية الكيميا كاملة خديت ذلك صفار بيضة اللي احتفظنا به في الاول كتضيفو عليه اما معلقات الحليب ولا معلقات الخل اللي بغيتو وكان دهنوه مزيان مزيان هاد هاد المسمنة دولة هاد الرغيفات كلهم تصلت السوجاي اللي بغيتو تضيفوها ممكن انا كم اكيد انا كم تضيفوها كان بقام دهنوهم كامين مزيان والفران هنا كنعملو على مئتين درجة الفوق والتحت بنسبة الفرن ديال الغاز كذلك كنسخنوه من قبل عفية كتكون جاهدة كيسخون غير من التحت يعني عفية غير من التحت وكان دخلو لهم هاد المسمنة هاد هاد رغيفات زيان عملت شوية ديال زنجلان وعملت كذلك شوية البابو وهادو كلي قلبتهم هادو اللي دبا فيهم البابو فغادي نجرح لهم لوجه ديالهم هاكا نعملو فيهم خوطوط باش يجيوزوين في المنظر سفي كندخل لهم الفران كيكون سخون شرحت لكم كيفاش في الفرن ديال الغاز يعني يعني تي يعني عفية مجهدة في الاول حتى كيتورقوا عاد كننقصوه كنخليهم يتحمرو من التحت وكنحمرو من الفوق بالنسبة لفرن الكهربائي كذلك كنخليهم عميتيين دراجة فوقو تحت حتى كتبليت تورقات بلا ما تتحمر عاد كننقصوه كنخليهم فوقو تحت يتحمرو في نفس الوقت فهاد الشكل هادا يعني مني كننقصوه 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 لعمية وتمانين هاكاك صافيو كنخليوهم يتورقو ويطيبو راكي يجيو فنين مورقين فاش كيخو جو من المفرانة كيبنو لكم هشاش را غيت تضربهم داكلو الشوكت لبرد تي عاودو يعني تقرمشو كيوليو من داك شرفة كانت من ان شاء الله نالا فيديو تعجبكم وبصحتكم وراحتكم شوفوا معي الطريقة والهشاشة والقرماشة كانت معكم ومشاوف وما توفيقيا إلا بالله علي ذكرت وإليه أونيب